بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد سيد السادات وسر البركات وباب الرحمات صلاة تنقذنا بها من الشدائد والأهوال والمصائب والبليات وتدركنا بها برحمتك ولطفك وفضلك في كل الأوقات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد كمال الله سبحان من ألجم كل جبار بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره تحصنت بأسمائه التي أقفالها العظمة لله ومفتاحها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأوفياء والأعزاء في كل مكان ومع حلقة جديدة اليوم سأقدم لكم فيها إن شاء الله من أسرار اسم الله تعالى الشكور لكل من يمر بفترة ضيق أو بمرحلة عسر فتابعوا معي فقد ورد ذكر اسم الله تعالى الشكور في أربعة مواضع في القرآن الكريم وجاء ذكره مقرونا باسمه تعالى الغفور ثلاث مرات وجاء مقرونا باسمه الحليم مرة واحدة فمن فضل الله جل في علاه على عباده أنهم إذا أحسنوا بحسنة وفاهم أجرهم أضعافا مضاعفا وأعطاهم ثوابهم وزادهم من فضله وجوده وكرمه وما من عمل يقوم به العبد إلا وفيه نقص مهما بد تاما وكاملا في ظاهره فيتجاوز الله سبحانه وتعالى عن هذا النقص بالمغفرة والشكر إن الله غفور شكور ومعنى اسم الله الشكور أنه سبحانه يضاعف الحسنات ويوفقك للطاعات والخيرات ثم يثيبك عليها من محض فضله وجوده وكرمه فهو سبحانه شكور شاكر على الإطلاق يقبل القليل من العمل ويعطي الكثير من الثواب والحسنات في مقابل هذا العمل القليل وحظ العبد من هذا الاسم الجليل ألا يستصغر شيئا من أعمال البر وأن لا يحتقر معروفا مهما رأه صغيرا والآن وبعد أن تعرفنا وباختصار شديد حتى لا أطيل على معاني هذا الاسم الجليل حتى يعني لما يذكره الإنسان يذكره على علم نمر إلى فائدتنا لهذه الحلقة فإذا كنت تمر من فترة ضيق أو عسر في الرزق أو وقف حال أو تعطيل وعكوسات ولا تعرف كيف تخرج من هذه المرحلة فعليك بهذه الفائدة تمسك بها بدون مدة معينة فهي ليست مشروطة بوقت معين بل تتمسك بها إلى أن ينقلك الله من الضيق إلى السعاء ومن العسر إلى اليسر من واسع فضله ورحمته تقوم بها يوميا دون قطعها في أي وقت تيسر لك فهي ليست مشروطة بوقت معين وأيضا تقوم بها على أي حال كنت سواء كنت على طهارة ووضوء أو لم تكن مع أنه من الأفضل طبعا أن تكون على طهارة ووضوء وأن تجلس مستقبلا القبلة تأخذ كأسا من الماء وتقرأ عليه ما يلي تذكر يا شكور سبعون مرة ثم تنفت في الكأس ثم تقرأ سورة الكوتر 11 مرة ثم تنفت في الكأس ثم تصلي على النبي سبع مرات ثم تنفت في الكأس وتشرب هذا الكأس من الماء مباشرة بعد أن تنتهي وبإذن الرحمن تعالى سيلهمك الله الحل الأيصر لحالتك ويهديك إلى الطريقة الأسهل للخروج من هذا الضيق فوالله أن تجلياتها عجيبة جدا وأثرها جد عظيم تمسكوا بها بيقين صادق في رب العالمين فهي من الذخائر ومن أسهل وأروع مجربات الصالحين في نيل الساعة بإرشاد إلهي لطيف ويسير وصلنا إلى ختم الحلقة أشكر لكم متابعتكم ووفاءكم للقناة ألقاكم على خير وهدى ورحمة في حلقة قادمة إن شاء الله دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا